السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة نعرض على حضرتكم اليوم المحاضرة الأولى لمادة الفيروسات والتي تحمل عنوان general properties and classification of viruses الـ aim هدف المحاضرة study the general properties and classification of viruses objectives المواضيع characterizing of viruses classification of viruses virology is the study of viruses complexes of nucleic acid and protein that have the capacity for replication in animal plant and bacterial cell هو العلم الذي يحتم بدراسة الفيروسات والمعقدات المادة النووية والبروتينات التي لها القدرة على التضاعف في خلايا الحيوانات والنبات وحتى البكتيريا الفيروس is have either DNA or RNA اما يمتلك اما يمتلك الـ DNA او الـ RNA ولا يمتلك كلاهما معا أي المادة النووية للفيروس اما الـ RNA او الـ DNA التي تكون محاطة بغلاف بروتيني يطلق عليه الكابسايد لاحظة هذا هو الشكل توضيحي للفيروس شكل توضيحي للفيروس التي تكون من آآ مادة نووية هنا مؤشر عليها أنه الـ DNA هي الـ DNA or RNA ومحاطة بغلاف يطلق عليه الكابسايد وفي بعض الأحيان يمتلك آآ تمتلك الفيروسات المغلة فالنتوءات يطلق عليها آآ لاحظوا أننا لك جدول آآ جدول يوضح المقارنة ما بين الفيروسات والبكتيريا بشكل مبسط لاحظ الاختلاق قد يكون في الحجم حيث أن حجم الفيروسات يتروح من 20 من 20 إلى 300 20 إلى 300 نانومتر أو آآ ألف نانومتر بالنسبة للبكتيريا بينما الجينوم آآ نوع آآ تمتلك إما او ولكن ليس كلاهما بينما بالبكتيريا تمتلك البكتيريا والديناي مع بعض العوضا عن ذلك فإنه تمتلك وهذا أيضا موجود في بعض الفيروسات وليس في جميعها بينما البكتيريا تمتلك جدار خلوي رايبوسومات رايبوسومس نورايبوسومس الفيروسات لا تمتلك رايبوسومات بينما البكتيريا تمتلك الريبوسومس الانشطار بوسط الانقسام الثنائي تحدث هذا العملية فقط بالبكتيريا بينما لا تحدث عملية الانقسام بوسط الانشطار في الفيروسات التحسس أو الحساسية للأنتي باياتيكس فالفيروسات تكون مقاومة للأنتي باياتيكس بينما تكون حساسة البكتيريا للأنتي باياتيكس تنمو فقط في خلايا حية للفيروسات بينما بالبكتيريا تنموها لعوصات زرعية صناعية البرغراف التالي هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها الفيروسات تميزه عن باقي الأحياء المجهرية الأخرى فالفيروسات هو إجبار تطفل داخل الخلية إذ أنه لا يمكن أن يعيش خارج الخلية لا يمكن أن يعيش خارج الخلية ونحن ذكرنا بعض الأسباب في الجدول السابق أنه لا يمتلك لا يمتلك ريبوسومس لا يمتلك المشنيري الأدوات التي يمكن بها التضاعف بشكل مستقل فبالتالي يكون إجبار تطفل داخل الخلية حجمه جدا صغير 20-300 نانومتر هذا الحجم الصغير يؤهل أنه يحتفظ يؤهله أو يمكنه من احتفاظ بقدرة على الإصابة ومن خلال مروره من ورق الترشيح التي لها القدر على إيقاف إيقاف البكتيريا يعتمد بشكل كامل على الخلايا الحية التي هي إيوكاريوتك أو بروكاريوتك والتي تكون أحادية بدائية النواة أو حقيقية النواة من أجل التضاعف والبقاء تحتوي على نوع واحد أو قطعة واحدة من المادة النواوية إما DNA أو RNA they have components components receptor binding protein for attaching cell أيضا يمتلك مكونات كرسبتر كمستقبلات تساعدها في عملية الالتصاق للخلايا ننتقل إلى الفارغراف الآخر اللي هو structure of the virus اللي هو تركيب الفيروسات ومن ماذا تتكون الفيروسات نمبر ون viral nucleic acid راح تمتلك أو تتكون الفيروسات بجميع مكوناتها المادة النووية المادة النووية الفيروسية the viral nucleic acid is located internally يقع داخليا and can can be either single or double strand وقد يكون إما بشريط واحد أو شريط ثنائي من الRNA أو الDNA أي أنه يمتلك الفيروس إما شريط واحد من الDNA أو double strand شريط ثنائي من الDNA أو شريط واحد من RNA أو شريط أو شريط من الDNA من الRNA the new click acid can be either قد يكون بشكل linear خطي أو بشكل دائري أيضا the DNA always a single molecule يعني وقد يكون الDNA دائما بشكل قطعة واحدة بينما RNA can exist either a single molecule or several pieces أما RNA قد يكون قد يكون single وحادي أو منفرد أو يكون مقطع بشكل المادة النووية تكون بشكل قطع كما هو معروف حيث تكون من شكل المادة النووية هو عبارة عن RNA شريط واحد من RNA ولكن مقطع إلى سبع قطع سبعة قطع لاحظ هذا RNA قد يكون أيضا some RNA are positive polarity and other negative polarity أيضا القطبية للRNA بعضها تكون positive وبعضها الآخر تكون negative شنو هو positive شنو هو negative polarity is defined as RNA with the same bases of same base sequences as the mRNA تكون تسلسل القواعد النترجيني للRNA مشابهة لل mRNA بينما بالنغative polarity has a base sequence that completely to mRNA تكون متكاملة بالنغative polarity تكون متكاملة مع RNA كبسايد الكبسايد البروتين شل هو غطاء بروتين أو كوت الذي يحيق أو يغلف المادة الوراثية للفيروس ومجرد تحيق والذي يتوسط عملية التصاق الفيروسات بمستقبلات خاصة موجودة لخلايا المضيف النكت الفيروسات العارية هنا يظر عندنا نوعين أو مصطلحين النكت الفيروس التي هي مكونة فقط من والكبسايد ويطلق عليه وهذا شكل توضيحي للنيوكلو كبسايد هو عبارة عن وكبسايد هي الوحدة الأساسية للبناء الكبسايد النمبر ثري الفيروس مغرر 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 في عبارة عن غشاء مغرر 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 اذا هي مكونة من الليبو بروتين. الليبد هو مشتق من خلية المضيف بينما البروتين هو خاص بالفيروس هذا. اكثر من ذلك. علاوة على ذلك. بعض الفيروسات ايضا على الانفيلوبس على الجدار الخارجي اه اه تمتلك او تحتوي على نتوءات اه مكونة من الجلايكو بروتين يطلق عليها سبايكس والتي تكون مسؤولة بشكل مباشر عن الاتصاق الفيروس بخلايا اه الهدف. لاحظ المصطلح الاول النكت فيروس اللي هي مكونة الفيروسات مكونة فقط من نيكليك اسيد والكبسايد. هنا المصطلح الثاني هو الانفيلوبت فيروس اللي هي مكونة من نيكليك اسيد and كبسايد and انفيلوبت. ايضا نأتي على موضوع اخر بعد ان اكملنا اه تركيب اه الفيروس هو تناظر اه تناظر اه تناظر جزئات الفيروس اه قد يسأل احد طلبا ما فائدة اه معرفة اه نوع التناظر او ما هي اصلا اه او يقصد بالتناظر التناظر له اهمية باعطاء الشكل الخارجي للفيروس وبالتالي اه يقسم السيمتري اه تناظر الفيروسات الى ثلاث انواع من هي الايكو الشيدرول او الكيوبك سيمتري والمصطلح الثاني الهيليكال والثالث هو الكمبليكس لاحظ كل مصطلح راح نتكلم عنا شي بسيط لاحظ ايكو الشيدرول كومبوس اوف التوالف بيرتكس هاز اه توينتي فيز اينا تكون من اتناعش عامود وعشرين فيز اه يكون على الشكل اه يكون على شكل اه يكون على شكل مثلث متساول الاضلاع اي يكون مشابه للخطوط العريضة للكرة لاحظ هذا الشكل يعني يكون مشابه للكرة تخطيط الكرة يكون بشي مشابه له من انواعها وهذا شكل ايضا يوضح كيف انه مكون من اه اتناعش عامود وعشرين اه 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 عشرين فيز عشرين وجه النوع الثاني من التناظر هو الهليكال سيمتري انويتش ده كابسومير are arranged in halo coiled that appear rod shape اه التي تكون الكابسومير اللي يقلنا الوحدات الاساسية اللي بناء الكبسات اه تكون مصطفى بشكل لفائف يعني لولب مجوب بشكل لولب مجوب that appear rod shape بشكل عصر the helix can be either هذا الحلزون هذا الحلزون can be either قد يكون rigid يعني قد يكون صلب او flexible marine من انواعها ايضا من الامثلة على نوع التناظر الهليكال هو influenza viruses لاحظ هذا ايضا شكل توضيحي للهليكال سيمتري النوع الثالث هو الذي يجمع ما بين او يخلط ما بين اه الهليكال والكيوبك او الذي يكون بشكل اه معقد غير يعني غير محدد غير محدد من الامثلة عليه هي البوكس فيروس ننتقل الى موضوع اخر وهو reaction to physical and chemical agent وهي اه تفاعلات اه اه تفاعلات الفيروس مع المواد الفيزيائية والكيميائية بالنسبة للحرارة الحرارة والبرودة يتم يعني فعالية الفيروس يتم تحطيمها من خلال التسخين لدرجة حرارة خمسين الى ستين لمدة نصف ساعة او ساعات لدرجة حرارة اه عشرين درجة وايام بدرجة حرارة اربعة بينما الفيروس يمكن حفظ الفيروسات بدرجة حرارة ناقص تسعين او ناقص مائة وستة وتسعين او حتى مئة وتسعين بواسطة الليكويد نايتروجين بينما تفاعلاتها بالنسبة للبي ايج الفيروس بشكل عام يمكن نحفظها بدرجة اه بوس هيدروجيني سابعة فاصلة ثلاثة ايثر اللي هو التحسس للايثر يمكن استخدام هذا التحسس التمييز بين الفيروسات التي تمتلك الانفلوبت الانفلوبت عن الفيروسات التي لا تمتلك الانفلوبت وهنا السؤال يطرح لماذا تتأثر الانفلوبت بواسطة الايثر بواسطة الايثر الديترجينس اللي هي يقصد بها المنظفات وايضا تقسم المنظفات الى النن ايونيك ديترجينس سيليوبل سيليوبلايز سيليوبلايز بواسطة الايث من المنظفات الايث لها القدرة على اذابة دهون او مكونات الدهنية للاخشية الفيروسية بواسطة الايث انفلوبت او ايضا بالتالي البروتينات الفيروسية الموجودة بداخل الانفلوبت المكون الانفلوبت سوف تتحرر الان ايونيك ديترجينس أيضا لها القدرة على إذابة الانفيلوبس الغلاف بالإضافة أيضا لها القدرة على تمزيق الكابسايت بإضافة لها القدرة على إذابة الانفيلوبس أيضا لها القدرة على تمزيق الكبسايد إلى جزيئات متعددة من البولي بيبتايد تفاعلات الفيروسات للمواد الفيزيائية والكيميائية رقم خمسة هو السالت الأملح مني فيروس كان استيبلايزت باي سالت معظم أو عديد من الفيروسات لها القدرة على ثباتية في أملح بتركيز واحد مثال على ذلك مغنيسيوم وكلورايد مغنيسيوم سلفايد ونتري سوديوم سلفايد العفورادياشن اللي هي الأشعة الألترا فيولت إكس ري والألترا فيولت والإكس ري والهاي انرجي لها القدرة على يقاف فعالية الفيروسات لها القدرة على تحطين فعالية الفيروسات من خلال تفاعلها أو مع المادة الوراثية للفيروس الأنتي باياتيكس الأنتي باكتيريال الأنتي باياتيكس هاف نو افكت اون فيروس نأتي على موضوع جدا مهم بالنسبة للفيروسات وهي عملية تصنيف الفيروسات عملية تصنيف الفيروسات لها أنظمة كثيرة لتصنيف الفيروسات من الأمثلة على ذلك هناك نظام لتصنيف الفيروسات يطلق عليه الاي سي تي فيي أيضا يتم تقسيم الفيروسات إلى seven groups إلى عوائل هذه العوائل كل عائلة تكون منطوية عدد من الأفراد الفيروسات تحتها وإضافة إلى هناك تصنيف آخر يطلق عليه بالتيمور الذي يعتمد على المادة الوراثية أيضا يصنفها إلى seven groups سبعة مجامع بالاعتماد على المادة الوراثية التي يمتلكها الفيروس بالإضافة لأن هناك أنظمة أخرى لعملية التصنيف منها اللي هو بالاعتمادية على الشكل اللي هو بالاعتمادية على المادة الوراثية والخصائص الوراثية للمادة الوراثية اللي هي تكون حالة أيضا ممكن الاعتماد على الخواص الفيزيوية والكيميائية اللي هي تحسسها بالنسبة للسل هيدروجيني وغيرها من الخواص الكيميائية التي يمكن اعتمادها في عملية تصنيف الفيروس هذا اللي هو الفيروس بروتين بروبرتيز خواص خواص بروتينات الفيروسية اللي كلودين ننبر سايز فكشنال اكتيفتي اوف دا ستراكشرا الانستراكشرا البروتين امينو اسيد سيكونسيز ليتسلسل الاحماد الامينية بالنسبة للبروتينات أيضا جينوميك ارجنايزيشن اند ريبليكيشن اللي يقصد بيها التنظيم الجينومي وعملية التضاعف ايضا ممكن اعتمادها في عملية التصنيف اللي هي الجين اوردار اوامر جينية استراتيج اوف ريكيشن استراتيجية التضاعف ايضا سيلولار سايت ايضا المواقع الخلاوية التي يبدأ منها الاكيوميليشن اوف بروتيين اللي هي تجمعات البروتينات الفيريونس السامبلي ويقصد بيها اه تجميع تجميع العملية تجميع الفيريونس والفيريون اللي هو اللي هو عملية تحرر او تحرير الفيريونات اللي هي الخواص البايولوجية اللي يقصد بيها المدى المدى الطبيعي للمضيف والمودف لطرق النقل وغيرها من الصفات البايولوجية اللي ممكن اعتمادها لعملية التصنيف والانتي جينيكس بروبرتيز اللي هي الصفات الانتي جينية ايضا ممكن اعتمادها في عملية تصنيف آآ الفيريوس هذا. لاحظة البراغراف الاخير هو عبارة عن وهي المصطلحات المستخدمة في عملية التصنيف. فيقصد هنا لاحظة المصطلح البايريديا يشير فيه الى آآ العائلة يعني مثلا بايروس هيربس بايريديا يقصد بها العائلة. لاحظ آآ المصطلح الاخر اللي هو البايروس يقصد به الجينيوس. الجينيوس آآ البايروسز. والله هنا تنتهي المحاضرة الاولى لمادة البايروسات وشكرا لكم.